أحتاج منك إلى تعليق عما ذكره ضيفنا سيد كاتو فيما يتعلق بتهديد قناة السويس لقدر الله ثانيا فيما يتعلق بالسلاح النووي لا نعلم حتى الآن يعني ربما يكون هناك مبلغة في التصنيف الخبرية ربما هي فقط سفن تعمل بالطاقة النووية بكل تأكيد التواجد توازن القوة في منطقة شرق الأفريقي أو في القرن الأفريقي تحديدا في هذه المنطقة تواجد الدول العظمى لا يؤثر بصورة مباشرة بالضرر على الأمن القومي المصري ولكن هو يضع الأمن القومي المصري في حالة اختبار دائم وفي حالة جهوزية دائمة ويمكن حضرتك لو تبعنا خلال العامين الماضيين أننا في مصر افتتحنا قاعدة برنيس العسكرية وهي من أكبر القواعد أو هي أكبر القواعد فعلا على سحر البحر الأحمر فليس من صالح مصر أن تتواجد في منطقة القرن الأفريقي لأن القرن الأفريقي أصبح على مسافة حجر من القوات المسلحة المصرية وقوة الرضع المصرية كافة التحركات المصرية بكل تأكيد تتم بالتناغم وبالتنسيق بصفة دائمة مع الدول العظمى لأنه لدينا شراكات مع الجانب الأمريكي ولدينا أيضا شراكات مع الجانب الروسي في هذا الشأن ثم أن الدول العربية الطامحة التي تواجدت في قواعد في هذه المنطقة هي بكل تأكيد هي دول حليفة للجانب المصر بكل تأكيد ولا تمثل تهديدا أيضا النقطة المتعلقة بالسلاح النووي أو الغواصات أو القطع البحرية الحربية التي تعمل بالطاقة النووية أنا كما ذكرت في مقدمة اللقاء أن هذه القاعدة لا تمثل قاعدة عسكرية كاملة بمعنى القواعد العسكرية هي قاعدة إمداد لوجستي يتواجد فيها حوالي 300 جندي روسي أو ضابط أو فني أو خلافه ولكن سيتواجد في محيط هذه القاعدة منظومة سواريخ دفاع جوي للدفاع عن هذه القاعدة خاصة وأنها في منطقة غير مستقرة حتى الآن ولا يمكن إعطائها درجة استقرار كاملة وهذه هي النقطة الأساسية قد تكون المكسب السوداني من تواجد هذه القاعدة الصغيرة للإمداد اللوجستي أو رسو القطع البحرية الحربية الروسية سواء كانت تحمل أسلحة نووية أو سواء كانت تمشي بالطاقة أو تسير بالطاقة النموية وأحب هنا أن أشير يا سيد محمد للنقطة المهمة السواحل الروسية على مسافة بعيدة جدا عن هذه المنطقة فبكل تأكيد أغلب القطع البحرية الحربية التي سترسوا في هذه المنطقة بكل تأكيد قد تكون الغلبة للأسلحة أو القطع الحربية البحرية التي يتم إمدادها بالطاقة من خلال مفاعلات نووية داخلية أما فكرة الرضع الذي تحدثت عنه الزميلة من روسيا فبكل تأكيد مثل هذه القطع الحربية الحديثة بكل تأكيد هي تمثل أيضا أحد أدوات الرضع الروسية في هذه المنطقة خاصة وأن سلاح الغواصات تحديدا هو سلاح استراتيجي يستطيع التأثير ويستطيع فرض النفوذ في أعالي البحار وفي البحار المتوسطة لصالح دولته وأنه يوضع في الاعتبار مثل هذا التواجد العسكري الروسي في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر